زي ايه المواد دي؟ زي مادة الرابامايسين واللي بتتباع حاليا باسم راباميون ثاني حاجة زي مادة السبيرميدين وتالت حاجة زي مادة الميتفورمين واللي بتتباع باسم تلوكوفاج رابع حاجة زي مادة الريزفرياترول واللي بتيجي من الريد واين او العنب بالاحمر خامس حاجة وهي مادة النيكوتينيمايد مونونيوكليتايد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب اخباركوية معاكم كابتن محمد مصطفى مدرب واخصائي تغذية معتمد دوليا اهلا بيكو في فيديو جديد الفيديو ده وكل فيديوهاتي على القناة بغرض الترفيه والتصقيف والقناة لا تدعم ولا تنصح باستخدام اي مواد كانت شرعية او غير شرعية وانما فقط انا بشارك معاكو هنا تجربتي الشخصية فقبل ما تستخدم اي حاجة من لنا بتكلم عنها ارجوك تواصل واستشير طبيبك الخاص الفيديو ده وكل فيديوهاتي على القناة هنا برعاية كتابي الاول اوفردوز عضلات وهو المرجع الكامل في استخدام الهيرمونات البنائية وشرح علم الغدس الصماء واستخدام حواري الدهون والبيبتايدز والسارمز وفهم حماية الجسم وايضا برعاية كتابي التاني اوفردوز دماغ وهو المرجع الكامل في شرح علم الاعصاب وشرح النواق العصبية وشرح ايضا جميع انواع النوتروبيكس او منشطات الزهن بغرض زيادة القدرات الادراكية المعرفية لو حبيت تطلب واحد من الكتب دول اتمنى منك تتواصل على الموقع الرسمي اللي هتشوفه قدامك وهرد عليك بنفسي واحد ما بين خمس اشخاص هيتم تشخيصه بالسرطان بعد وصوله الى سن السبعين سنة في حين ان لو انت احد المعمرين اللي قدروا يوصلوا لسن الميت سنة ففرصة اصابتك بالسرطانات طائلة جدا وممكن تحصل بعد الميت سنة وده فرق 30 سنة ما بين الشخص اللي بيحمل الجينات العادية والشخص اللي بيحمل جينات المعمرين طيب يعني ايه معمرين اصلا كلمة معمرين او معناها الاشخاص اللي بيقدروا يعيشوا فوق الميت سنة المعمرين اللي قدروا يعيشوا فوق الميت سنة في العالم كله من بداية الخليقة لا يتعدوا 300 الف شخص انما بالنسبة للمعمرين اللي قدروا يكسروا المية وخمستاشر سنة لا يتعدوا السبعة وستين شخص انما بقى بالنسبة للناس اللي قدروا يوصلوا للمية وعشرين سنة فهم شخصين فقط لا غير اولهم كانت واحدة ست اسمها جيني كالمنت من فرنسا ودي قدرت تعيش لسن المية وعشرين سنة والتاني كان راجل من اليابان كان اسمه جيري مون يمورا واللي فضل يعيش لسن المية وستاشر سنة وده طبعا يوريلك قد ايه فرصة انك تعيش فوق الميت سنة ضعيفة جدا حيث انما بين كل خمس تلاف شخص شخص واحد بس اللي ممكن يوصل للميت سنة فلو عندك احد الاشخاص في عيلتك من الناس اللي فضلوا عايشين لميت سنة فعايز ابشرك واقولك انك شخص محظوظ جدا لانك هتكون بتحمل شكل من اشكال الجينات او الفينوطايب اللي بتخلق وتديلك الحالة دي من اطالة العمر وبتسمح لك انك تعيش للعمر ده بصحة جيدة جدا ولو انت زي وزي بقى البشر اللي اعمار عائلتهم لا تتعدى السبعين الى التمانين سنة بالكتير قوي فالبقاء لله مقدما انا وانت فشلنا في اختيار ابوين يكونوا بيحملوا فينوطايب من جينات المعمرين كمان عايز اقول ان نسبة النساء المعمرات اكبر اربع اضعاف من نسبة الرجال المعمرين ايضا المعمرين بيجي لهم كل امراض الشيخوخة زي الضغط زي الخرف زي التهاب المفاصل وزي فقدان الزاكرة ولكن الفرق الوحيد ان الامراض دي بتجي لهم بعد عمر طويل عن الاشخاص العاديين طيب نيجي للجزء المهم من الفيديو ده ايه هي اصلا جينات المعمرين دي ايه هي الجينات دي اللي بتسمح لهم انهم يعيشوا لفترات طويلة قوي في الحقيقة ان مفيش اجابة قاطعة للسؤال ده للاسف في مجال الليجيفيتي او اطالة العمر احنا لسه نعتبر بيبي او طفل ماشي لسه بياخدوا اول خطواته فمحدش يقدر يجاوبك على السؤال ده بشكل قاطع ولكن بعد تجميع معظم الدراسات اللي تعملت على المعمرين ظهر عندنا جين مشترك ما بين كل المعمرين دول الجين ده اسمه والجين ده ليه تلات اشكال وهما كالاتي اولا اي تو اي سري اي فور ودول بنسميهم بالجينو تايب والشكل الجيني اللي تطبط فيهم بالعمر الطويل هو تحديدا ال اي تو فلو حضرك عملت تحليل لجيناتك ولقيت انك بتحمل الجينو تايب اي تو ففرصة انك تعيش لعمر طويل مرتفعة جدا وللأسف على العكس تماما لو كنت بتحمل الجينو تايب او الشكل الجيني اللي هو اي فور فانت بنسبة 81% مش هتعيش لعمر طويل في حين ان اللي بيحملو الشكل اي سري هيعيشو زي معظم البشر عمر متوسط عندنا ايضا جينات اخرى ليه هدور رهيب في انها تجعلك تعيش لعمر طويل زي جين الاي بي او سي سري وايضا زي جين السي اي تي بي واللي مسئولين عن تمثيل المغزيات تحديدا تمثيل وتنظيم الدهون والكوليسترول وطبعا الجينات دي بتكون موجودة عند الناس المعمرين او السنتينيريانز ولذلك نادرا ما بنشوف دراكم او تواجد امراض القلب والشرعين عندهم وده لانهم بيحملوا الجينات اللي بتجعلهم قادرين على تمثيل الدهون والكوليسترول بشكل ممتاز تفي ارزل العمر ايضا زهر عندنا جين اخر حديثا تم ربطه بالعمر الطويل وده تم اكتشافه في دراسة عمل على رجال يابنيين الجين ده اسمه فوكسو سري او اختصارا الى الجين ده برضو بيقدر يشارك في تمثيل باقي جيناتك حس انه بيقدر يحدد انهي جينات في الجسم هيحصل لها تصبيت وانهي جينات في الجسم هيحصل لها تفعيل وده جزء من عملية الاسيتيليشن والميسيليشن الجين ده بقى عمل زي واحدة الطوارئ كده فهو المسؤول عن تصليح اي خطأ ممكن يحصل في تمثيل جيناتك زي تصليح الخلايا تعديل عمليات الايد تحفيز انتاج الخلايا الجزعية او الستيم سيلز والتخلص من النفايات اللي بتنتج عن عمليات الايد والحرق واخيرا ليه مهمة عظيمة وهي حماية الجسم والخلايا من انها تتحول الى خلايا سرطانية في الاخر جين الفوكسو 3 مهم جدا مش بس علشان الحاجات اللي انا ذكرتها ولكن علشان الحاجات اللي انا لسه هذكرها من اهم الحاجات اللي الجين ده بيقدر يعملها هو انه بيساهم بتفعيل وتمثيل جينات السيرتوينز السيرتوينز دي عائلة جينية بتنقسم الى 7 جينات بداية من سيرت 1 ومن ثم سيرت 2 سيرت 3 سيرت 4 سيرت 5 سيرت 6 سيرت 7 ودول من اهم الجينات اللي بتلعب دور عظيم ورهيب جدا في زيادة العمر ومعظم الانظار حاليا متجهة الى فحص الجينات دي بشكل اضاق وفهم طريقة عملهم وزيادة تمثيلهم وتنشطهم في الجسم الجينات السيرتوينز دي هعمل عنهم فيديو كامل لوحدهم نشرح هم ايه بالزبط بيتكونوا من ايه بيعملوا ايه ايه وظائفهم ايه المواد اللي بتنشطهم وازاي نزود من تمثيلهم في الجسم طيب ايه رأيكم نناقش بعض الطرق اللي ممكن استخدامها على ارض الواقع واللي هتساعدنا ان احنا نعيش لوقت وعمر اطول واللي هتساعدنا ايضا ان احنا نرجع لعمر الشباب اولا لازم ناكل في عجز من الصعرات الحرارية والعجز ده ما يكونش كبير وانما هيكون عجز في حدود العشرين في المية من صعراتك اليومية كمثال لو صعرات السبت بتاعتك هي الفين صعرات حرارية فاحنا عايزين ناكل الف وتونمية صعرات حرارية في اليوم فقط ويفضل عدم تناول كميات كبيرة من الاحماض الامنية والبروتينات حيث ان الاحماض الامنية هي اكتر حاجة بتفعل وبتنشط الخلايا في الجسم على انها تنقسم بشكل اكبر وايضا الاحماض الامنية بتحفز جيناتك على انها تخلى احماض نووية وقواعد نيتروجينية وكودونات جديدة هتقول لي هي دي حاجة وحشة مش ده اللي احنا بنحاول نعمله في كمال الاجسام مش ده اللي احنا عايزينه علشان نعمل عضلات كبيرة هقولك مظبوط في كمال الاجسام احنا عايزين النمو فهنعمل اي حاجة وكل حاجة تسمح لنا بان الخلايا تنقسم بشكل اسرع وباعداد اكبر ولكن انا بتكلم هنا في صياق اخر بتكلم في صياق ازاي اصلا نوقف او نمنع او نقلل من معدلات الانقسام لان الانقسامات الخلاوية الكتير دي هي المسؤولة عن انك تكبر في العمر بشكل اسرع والده طبعا يودينا النقطة تانية وهي ان لعبة كمال الاجسام مش افضل حاجة لشخص عايز يعيش لفترة طويلة تاني حاجة لازم طبعا نتمرن بشكل يومي ولكن التمرين مش هيبقى مصمم ومركز بشكل كامل على انه يطور الايافة العضلية ويركز على الانقسامات الخلاوية والهايبر تروفي والهايبر بليجا ولكنه هيكون بيركز اكتر على تطوير الكباسيتي او القدرة على التنفس وانه يعلي من وظائف الرئة كمثال تمارين الهت ودي التمارين اللي بتعلي فيها ضربات القلب بشكل كبير جدا تالت حاجة لازم اتعرض الى الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة وده انا بعمله عن طريق التبديل ما بين السونة وما بين الشاورساع او ما بين السونة وما بين الجاكوزي في تلج رابع حاجة لازم نحصل بشكل يومي على نسب كافية من المغازيات الدقيقة ودي الفيتامينات والمعادن اللازمة طبعا لاتمام العمليات الفيسيولوجية خمس حاجة لازم تبتعد عن العادات المدمرة زي التدخين ولازم تقلل التوتر ولازم تنام يوميا في معاد سابق جسمك بيحب جدا الروتين ولازم تحترم السيركيديان ريزم بتاعك سادس حاجة ودي حاجة انا بدأت اعملها مؤخرا وهي الاستفادة من المركبات الدوائية والاستفادة من الفرماكولوجي المركبات الدوائية دي بتقدر تغير من تمثيل الجينات بتاعك الى الاحسن بتقدر تدفع على الجينات معينة احنا عايزينها علشان تزود من عمرنا وتعمل سابرس لجينات معينة بتصرع من النمو بتاعنا وبتصرع ايضا من الوصول الى الشيخوخة زي ايه المواد؟ رابامايسين واللي تدفع حاليا باسم راباميون تاني حاجة زي مادة السبيرميدين وتاني حاجة زي مادة الميتفورمن واللي تدفع باسم جلوكوفاج رابع حاجة زي مادة الريزفرياترول واللي بتيجي من الريد واين او العنب بالاحمر خامس حاجة وهي مادة النيكوتينيمايد مونونيوكليتايد بالنسبة لجرعات المواد دي هنخليها للفيديو الجاي هنقش معاكم البروتوكول بتاعي اللي انا ماشي عليه حاليا وعايز ابدأ في تجربته ان شاء الله من استخدام مواد الريبامايسين والميتفورمن والسبيرميدين والريزفرياترول ومكمل الان ام ان انا كده خلص ازا عجبك الفيديو ياريت تحط لايك تسيب كومنت عشان تساعد في انتشار الفيديو وانه يوصل الالغريزم بتاعت اليوتيوب اشوفكوه في الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة